يعني اللي على قدنا في علم الطب طبعا أنا ما يتقال لي دكتور علاج قلم فهو بيكتب لي حاجات مسكنات تناسب حالتي يعني لو أنا عامل عملية في إيدي فقاليها مسكنات معاناة لو أنا عامل عملية بعد الشهر يعني عليا طبعا في بطني فيبقى ليها مسكنات يعني هي مسكنات ولا؟ لا هو علاج القلم تدخلي يعني مثلا لو حد برضو عمل عنده مشكلة في البطن مثلا عنده تلغيفات في البطن وعمل له ألام احنا ممكن ندخل على العصب بتاع اللي بيغزي الحتة دي يا إما سيلياك بليكسس يا إما اللي هم بيبقوا حاولين يبقوا حاولين عمود الفقري فدول ممكن بندخل ونحن العصب نفسه لكن احنا مثلا أنا بقول للعينين يعني بقول لهم طب الأدوية المسكنات دي دكتور البطن بيكتبها لك والصيد اللي بيعرف يصرفها لك وكل أي حد ممكن يعملها لكن احنا الخبرة بتاعتنا كلها في التداخل طيب مين المريض اللي يلجأ لحضرتك أو عند وقت ايه لازم يلجأ لحضرتك حتى هكي قلت مثلا الطبيب البطن بيوصف مسكنات أو الصيدالي وأحيانا احنا بنوصف لنفسنا اللي هو يعني كل واحد طبيب نفسه طبعا بيضمر نفسه بيضمر الكلا بيممكن يعمل نفسه مشاكل كتير مضبوط ايه بقى يعني فأي حد عنده عنده قلم هو يبيجيلنا احنا بنكشف عليه وممكن نقول لعيان مثلا ايه على حسب الحالة في حالات ممكن مثلا نردها في قط الكشف مثلا يكون مثلا المفصل مخلوع سنة زي مثلا المفصل اللي هنا اللي هو مفصل بنسميه ساكرويدياك جوينت ده اللي هو بقى ورى عنده نوقت اللي ورى الناس رفاعين عندهم نقطة بظهرهم من ورى كده من تحت كده عالجنب هو المفصل ده فده مثلا ممكن نرده في قط الكشف مثلا ودي العيان تامرينات ويروح وخلاص على كده وخف خف؟ اه خف خالص وممكن يكون ده حلوة ده اه حلوة اوه ممكن يكون ممكن مثلا لو كان مثلا معاصلك شوية وبقى له مدة ممكن مثلا نحن فيه مثلا تحت الأشعة الفلورسكوب ممكن نحن فيه مثلا كورتزون او ممكن مثلا بلازمة يتحين فيه مثلا او ممكن نعمل تردد حراري للأعصاب اللي بتغزي المفصل دوا لحد لما يبتدي العضلات تفك شوية والمفصل يرجع تاني مكانه لعان طبيعي ويخفه خلاص مثلا ده احد الامراض مثلا فيه مرض تاني فيه حاجة تانية مثلا لو حد جاله انزله غضروفي حاد اه وحصل قطع في الغضروف كمان اه فده السائل اللي جوه بيبقى عامل كده يعني ممكن يطلع بره ويبتدي يحصل الالتهابات حوالين الأعصاب فده لو احنا حقالنا بس حوالين الغضروف دوا كورتزون كمية صغيرة محسوبة 80 ميلي جرام من الدبوميدرون اه والالتهاب يخف والقلم يروح والغضروف ده يخدف لوحده والعان كده خفه